ايه القصص اللي بتخص اسم الله السماع البصير واحكيها قصة سيدنا يونس يا جماعة ونركز بقى وانا بحكي قصة سيدنا يونس والحوت ان الله يعني سمع دعاء سيدنا يونس هو في بطن الحوت وعلم وبصر بحاله فاستجبنا لعلى طول فقال جيناه من الغم طيب ده يعلمنا ايه؟ ده يعلمنا حاجات كتيرة جدا لما جاش راح اقولي الاولاد سيدنا يونس دعا قومه ولما زي منهم سبهم وسبهم وقام جاي رايح ركب السفينة يروح مكان تاني طبعا هو فربنا عب المفروض ما كانش يسيبهم فربنا عب فلما ركب السفينة خلاص السفينة بتغرق فقالوا نرمي الأحمال التقيلة فقالوا خلاص رموا برضو بتغرق قالوا خلاص نقترع ما بين اللي موجودين فاقترعوا فهيه كل مرة تيجي على سيدنا مين؟ سيدنا يونس كل مرة تيجي على سيدنا يونس لحد ما قالوا ده راجل صالح فيه وخلاص فاتفقوا نهم يرموا هم بيرموا طبعا الحوت التقموا خلاص فبلعوا الحوت فنادى في الظلمات تسمعوا بقى قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إيه اللي حصل؟ سيدنا يونس كان له سابق حال مع الله سبحانه وتعالى ومع الدعاء والملائكة بتحفظ صوت العبد اللي بيدعي فيقوله يا رب صوت معلوم من مكان غير معلوم احنا مش عارفينه وقفين لكن الصوت ده احنا عارفينه فاستجبنا له لما عرف خلاص وندب وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا ونجيناه من العالم الفق فق السرعة فانا مجحة أحكي في قصة سيدنا يونس إزاي الله سمعه وازان ربنا علم مكان وبصر بحاله وخلاص يعني الحوت رماع على الشط فخلاص وانبتنا عليه شجرة مياقتين خلاص ورجع تاني وعرف الأمر فربنا نجاه وأكرم وأكرم فيه بالسميع البصير لما اجي أحكي قصة كمان أحكي قصة المراقبة فاكريني الشيخ والتلامزته لما كانوا بيقولوا كل واحد مين هدي لكل واحد طير وعايز يخب الطير ده ويخفيف مكان أبدا محدش يشوفه ولا حد يعرف عنه خلينا أشرح لكم لما كل واحد خد اللي خباه ما عرفش فين وقفل عليه واللي كذا معاد طالب واحد جيه وهو الوحيد اللي معاه الطير قال له ما خبتوش ليه قال له ما عرفتش كل مكان أروح أخبه فيه أعرف أن الله سبحانه وتعالى عارف مكانه وبصير بمكانه وعارف فأنا ملقتش مكان قال له هو ده فعلا اللي عارف صح واللي نجح في الاختبار لأن ما في مكان إلا وربنا يعلم إذا كان بيعلم الدم اللي ماشي والفنيات العروق اللي جوه النملة وجوه البعوضة عارف يا أسامع صوت النملة وهي ماشية سمع صوت البعوض ولا الهموشي اللي بيمشي على البرك والمستنقعات والكلام ده حاجة اللي بنشوفها أصلا أوه ولا حتى بنعرف فيه إيه البعوضة تنفم فوقها اللي فما فوقها دي محتاجة مجهر يتكبر معرفش يقول لك كذا مش عارفة مية وحاجة وسبعين مرة عشان نشوف فما فوقها ده فالله عز وجل قاله في القرآن من 1400 سنة يعني مش الكفاءة البعوضة اللي مش شايفينها لا ده في حاجة كمان فوقها الله عز وجل يعلم وانا علم أولادي وبغيتنا من موضوع السميع البصير نمتعلمه المراقبة أي حاجة ربنا سمعك راضي عن الكلام ده؟ أي حاجة ربنا شايف أنت راضي عن الكلام ده؟ طيب ده للأولاد اللي في سن التميز 7 8 9 10 لحد 12 سنة وفيه ما فوق ده الكلام ليهم طيب أولادنا بقى اللي من سن 3 ل 6 آه بنقرب لهم معنى اسم السميع البصير بنشاط سهل جدا جدا وجميل جدا جدا نشاط كوباية الماء أو كوباية العصير مين عايز عصير أنا؟ نشرب العصير ونشرب نسأله فين راح العصير؟ حتى لو أصغير نقول لك في بطنه خلاص راح العصير في بطن آه خلاص ونشور على بطن نعيد سؤالتين هو أنت سمعت صوت العصير وهو نازل يقول لك لا ما سمعتش طب أنت شفت العصير وهو نازل وليك لا 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 ما شفتش نسأله تاني هو بينزل بينين؟ من الفم للبطن آه يقول لك آه طب هو فين؟ طب أنت كنت فين ساعت آه؟ هو أنت عارف أن ربنا هو السميع البصير اللي شايف العصير وشايف المية وهي بتنزل من الفم للبطن وصمع صوتها كمان يقول لك آه ربنا شايفها وهو ربنا الوحيد اللي سمع الحاجات دي ده رقم عشان أقرب بس بقى دي كده أعمل نشاط اسمه نشاط النمل ما شاء الله لو فيه نمل في البيوت أو بره البيوت دلوقتي تلاقي عايزة أقول لكم أن كل الحيانة اختفت ما تفهمش راعد فيه تلاقي النملة ماشية وكلام ده ايه في النملة شايف الدم لجوها لأ طب ربنا عارف اللي في عرقها طب سامع صوتها لأ طب شايف دبيبها طب حركتها ربنا يعلمها ويسمع لإنه السميع البصير وحق قصة بقى قصة بقى القبار شوية بقى من سبع سن التمييز بحق قصة بقى سورة المجادلة وهم لو بيحفظوا يعني هما لو بيحفظوا من قبل كده من ثلاث سنة يكونوا مخلصين على الأقل للثلاثة لخمسة الأخر يعني ست سنين ده يكونوا على الأقل مخلص ربع سنين قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تجادلك في زوجها تشتكي إلى الله مين دي خولة بنت سعلا بقى وخولة بنت حكيم زوجة مين زوجة أوس بن الصامد أخو عبادة وكانت بتشتكي رسوع السلام إن هي زوجها دعاها فهي قد بتصلي فقالت له لا فغضب عليها وقال لا أنت عليك زهر أمي وده كان يمين بيتحلف في الجاهلية إن زي الطلاق كده يا خلاص مش أقربك فاشتكت للنبي قالت له يعني أنا بطني كانت لأولاده وأنا كان يعني سدي لهم وبعد أنا ما ادبرت خلاص هيرميني هو كان ابن عمى وكان كبير في السنين فقالت له يا رسول الله كده قال له والله لم يوحى إلي بشيء قالت له يا رسول الله أحي عليك فيما هو دون ذلك وشرائع الجاهلية وأعراف الجاهلية خلاص نزخت قال لها والله لأنه ما ينطق عن الهوى قال لها ما أنزل علي وحي بذلك ما كانش فيه وحي بكده قالت لي خلاص قالت إيه بيطلع من عمى أنا أقول لله على أمر وأشكو لله أمر فنزل على طول سيدنا جبليك وتصيم على الله قولة التي تجادلك في زوجها وتشتكي لله وربنا قال خلاص أنت يصيام شهرين متتابعين أو طعم ستين أو وكان هم أفكر الناس فيعطوهم حتى الخرق بتاع الطمر اللي هو شوالين دول طيب عائشة بقى قالت إيه قالت الحمد لله الذي واسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلهاء خولة جاءت تشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول لكن الله سمحها من فوق سبع سماية فأنزل الله عز وجل قد سمع الله التي تجادلك في زوجها وتشتكي لله طيب ده بالنسبة الحاجة تجميع بقى تجميع الإسبوع أعمل إيه بصوا جماعة إحنا بنعمل كلام ده كل يوم يوم للمعاني يوم للحديث يوم للقصص يوم للأنشط يوم تجميع الإسبوع اللي بجمع فيها أولا سواء بعد الفجر ولا شوفوا بتتجمعوا الوقت اللي أنتوا أوقوا مثلا بعد العصر شوفوا الكلام ده بنجمع تجمع نوزع عليهم الأنشط حد من الأولاد يقول المعنى معنى السميع والتاني يقول معنى البصير حد يقول الأثر الإيماني للإسم السميع البصير على القلب إزاي أتعبد به مثلا واحد يشرح معنى المراقبة ممكن كمان أسئلة مثلا في القصص حد يصرت قصة مثلا أو قاية المجادلة وحد مثلا يحكي موقف حصله معاه في الأسبوع استشعر فيه معنى اسم السميع البصير الصغيرين ممكن أسألهم مثلا أسئل قلولنا أصوات حوالين إحنا ما نسمعاش بصر الله يسمعها باسمه السميع البصير وحاجات قلولنا على أشياء منراها لا نراها ولكن الله عز وجل يراها ويبقى النشاط كده وتبقى الحال كده أنا بعمل إيه برسخ معنى وعقيدة وسيرة وحديث وتفسير وقت للأماكن يعني ندعى الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يمني على الأمة يا رب بمن يقول لها ويسمعها عن الله عز وجل ده جزء الجزء بقى الأهم إن أنا أدعي أدعى الله سبحانه وتعالى إن ربنا يسر لأولادي وإن ربنا سبحانه وتعالى يعني وإن ربنا يلهمني ويلهمك المواقف وإزاي الردود إنك ترد عليهم وإذا أنت تعلميهم أنا بعلمك الحاجات دي النهاردة وبقول لك عشان ما تقولي ليش زي ما بعدتولي كده في أول رمضان إحنا ما نعرفش الحاجات دي إحنا ما هنجيب المعلومات إحنا زي كنا إحنا ذات نفسنا مش عارفين الحاجات دي ولا عارفين في التربية أديني بقول لك أهو يا دي الأم ويا كل مربي ملكش حجة إن إحنا حطين منهد تمشوا عليه اسمعوا لنا بقولوا ده واكتبوه وعضوه ما بينكم ما بين نفسكم وبعدين قلوه لأولادكم أدعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بصلاح الحال وأن ربنا يمنع لنا وعليكم بالفهم الصحيح اللهم أمين